هو حكم الإقلاب أو القلب والقلب أو الإقلاب لغة وتحويل الشيء عن وجهه تحويل الشيء عن وجهه قلبه أما اصطلاحا فتحويل النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة مخفاة ميما خالصة مخفاة بغنة عند حرف واحد هو حرف الباء نحو أنبئهم مشاء بنميم من بعد ولا بد من ترك فرجة بين الشفتين يخرج منها النفس عند إخفاء الميم المنقلبة عن نون وهذا الحكم طبعا هو حكم سهل وهو أسهل هذه الأحكام لتعلق النون الساكنة أو التنوين بحرف واحد لكن في قضية الأداء وقضية التطبيق قد يكون هناك إشكال في قضية ولا بد من ترك فرجة بين الشفتين يخرج منها النفس عند إخفاء الميم المنقلبة عن نون فالإقلاب هو تحويل النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة مخفاة أصلها أنبئهم فقليبت النون الساكنة أو التنوين حال وقوعها قبل الباء ميما فتقرأ أنبئهم أو كقول الله سبحانه وتعالى مشاء بنميم فتقلب بغنة هذه النون تقلب ميما فتقرأ مشاء بنميم بغنة أو من بعدي فتقرأ من بعدي الإشكال الخفيف المطروح هو قضية أداء هذا الحكم لأنه تعلق بميم أو قلب النون الساكنة ميما ساكنة مخفاة أو ميما خالصة مخفاة أداءه قال ولا بد من ترك فرجة بين الشفتين طبعا ترك الفرجة ششراط رحمة الله عليه كان يترك فرجة خفيفة ويقرأ من بعد مشاء بنميم وهذا تعلق بقضية التلقي فإذا جلس الطالب أو المريد إلى شيخ يعلمه قد ينقل عنه هذا الإخفاء أو هذا الإقلاب يصير هذا الإخفاء قلنا ينقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة يصير هذا الحكم بأداء ترك الفرجة فيقرأ مثلا مشاء بنميم مشاء بنميم لا يضم الشفاء من قرأش مشاء بنميم وشيخنا الشراط رحمة الله عليه كان يقول بترك الفرجة ويؤديها بترك الفرجة أردت فقط أن أبين شيئا قد يكون فيه الخلاف أقرأ في هامش هذا الكتاب ترك الفرجة بين الشفتين عند حكم القلب مختلف فيه يعني نتكلمه على قضية التطبيق تطبيقه مختلف فيه والقول الذي رجحه المحققون من أهل الأداء وجماهير القراء هو عدم ترك الفرجة عدم ترك الفرجة بل ينبغي إطباق الشفتين عند قلب النون الساكنة أو التنوين ميما فالراجح هو ضم الشفتين وعدم ترك الفرجة فتقرأ أداء أنبئهم مشاء بنميم والجمع بين القولين هو ما نقله كثير من المشايخ أنه يضم الشفاء حال القلب يضم الشفاء أو يطبق الشفتين أو تطبق الشفتين حال النطق بالميم المنقلبة حال الإخفاء الشفوي تطبق الشفتين من غير كز من غير ضغط فهذا هو الجمع بين القولين والله أعلم